اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصحاب السعادة السفراء وعداء السلك الدبلماسي المعتمدين ببلادنا ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فيشعيدني ونحن في اختتام فعاليات المقل لعام ستة واربعين واربعمائة والف ان اوجه اليكم هذه الكلمة باسم سماحة الخليفة العام للمردية الشيخ محمد المنتخبت حفظه الله تعالى واتعالى بقائه فينا محفوفا بالصحة والسلامة شاكرا لكم باسم سماحة على مواقفكم النبيلة وتدهياتكم المقدرة للحضور والمشاركة معنا في هذا الاحتفال السنوي لذكاء العيب البحرية لمولانا الشيخ احمد الخديم الذي افنى حياته كلها في عبادة لله وخدمة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان رجاله حانو قد امر ابابيه من الالي والأدباع والأحباء بإهياء يوم الثامن عصر من سفر من كل عام شكرا لله تعالى على ما انعم عليه من النعم الظاهر والباتر بسبب محنة التغريب التي عاناها وكانت قد ابتدأت في هذا اليوم ستة سلاسة عصر والسلاسمية وألف وتأتي ذكر هذه المرة بعد مئة سنة تدبيره من رحيله إلى رفيق العلا فجساكم الله خيرا وشكرا لكم هذه المساركة الفعالة وهذا التدامن الأحوي الذي برحنتم به من جديد على إيمانكم القوي ودفاع لكم الإجابي ما هم مقتدى قوله تعالى إنما المودنا إخوة حسن مقتدى الذي جسده والسيخنا أحمد القديم الذي أكبر رضوان الله باه القديم في علاقته بغيره من الأقارب والمشايخ والأمراء والأدباء والأحباب والخيرهم وكان رضي الله عنه يقول في علاقته بغيره من الأقارب والمشايخ والأمراء والأدباء والأحباب والخيرهم وكان رضي الله عنه يقول المؤمنون إخوتي والمؤمنات لإخوات وحيات الحسنات ومن دهائه وشعل جميع إخوتي ونصبيه في رحمة يوم السجد النصبي ونجحنا من الشر كل مجم وشعل جميع المسلمين طراء لنا أخي الله فنكفى دراء يا مالك الملك يا من جل عن قوضهم ارحم جميع الوراية هادية مرداء وهكذا كان مها خلق الله يراعي فيهم حق خالقهم ويعبد الله تعالى بالإحسان إليهم حتى وصفه أهد خيارهم الشيخ شيري بابا قائلا الشيخ أحمد معمة أولاها حاسل خلائخ كلها مولاها وكانت علاقته من أمراء وأصحاب السلطة علاقة نسيحة وإرشاد وتوجيه كما في قوله لأحد حين طلب النصيحة يعلم بأن الدنيا لا تأتيك إلى ما تنزعه منك إلى قال وعالك بالفقراء والمساكين والانكفاف عن الجور والظلم فَمَنْ زَلِمَا نَدِمَا وَمَنْ شَوَارَ بَارًا رَضِيَ اللَّهُ عَنُوا وَأَرْضَوْ عَنَا وَجَعْلَنَا مِنْ مَنْ يُحْسِنُونَ الْإِقْتِدَاءَ بِهِ فِي تَعَالِيمِهِ أَسُنِّيَا النَّافِعَةِ والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ تَعَلَى وَبَرَكَاتُهُمْ فَمَنَا رَضِيَ كَدَهُمْ وَجَكُلُوِ كَدَهُمْ وَبَرَكَاتُهُمْ